بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اوضح ان ممثل القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة الامريكية انكبوا خلال هذا الاجتماع على طرق تنفيذ مختلف الانشطة المخاطط لها في اطار نسخة 23.000 من تمرين الاسد الافريقي كما قاموا باستطلاع واختيار المواقع التي يمكن ان تتم فيها هذه الانشطة وفضلا عن التكوينات المتعلقة بالعديد من المجالات العملياتية وتمرين لتخطيط موجه لاطر القيادة العليا بالبلدين من المقرر اجراء منورات مسلحة متعددة ومشتركة خاصة البرية منها والمحمولة جوا والبحرية والقوات الخاصة والجوية وكذا العمليات المدنية العسكرية وتلك المتعلقة بازالة التلوث النووي والاشعاعي والبيولوجي والكيميائي ومن جهة الاخرى حدد القائمون على التخطيط الامريكيون والمغاربة كيفيات اجراء العرض الموسيقي المختلط بين القوات المسلحة الملكية والفرقة الثالثة والعشرين من القوات العسكرية لولاية يوتا والذي سيتم على هامش الانشطة العملياتية لتمرين الاسد الافريقي واشعر البلاغ الى ان هذا العرض يندرج في اطار الانشطة التذكارية المتوقعة بمناسبة تخليد الذكرى العشرين للتعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والحرس الوطني لولاية يوتا تمرين الاسد الافريقي الثلاثة وعشرين الذي يعتبر من اهم التدريبات المشتركة في العالم سيجرى ما بين 22 ماي و 16 يونيو 2023 في جهة اجادير، طنطان، المحبس، تيزنيت، القنيطرة، بنجرير، وتيفنيت ويعد الاسد الافريقي اكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة الافريقية ويعكس تنظيمه كل عام بالمغرب منذ ما يقرب من عقدين متانة علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة باعتبارها شريكا استراتيجيا متميزا للمملكة وخالص البلاغ الى ان مشاركة العديد من البلدان خاصة البلدان الافريقية في هذا الموعد السنوي يرتقي بالمغرب الى مستوى الشريك الموثوق والمنفتحي والمتشبث باصوله وبمثل المجتمع الدولي لا سيما السلام والامن والتنمية المشتركة اشتركوا في القناة